مجموع الفوائد البسيطة في نهاية خمس سنوات اول حاجة عاوزين نتكلم فيها هو اداني مجموع الفوائد البسيطة يبقى مجموع الفوائد البسيطة عندي زي ما احنا شايفين مجموع الفوائد البسيطة في نهاية خمس سنوات بكام بألف ومتين طيب هنا قال ايه قال لي فايدة بسيطة برافو عليك في نهاية كام سنة خمس سنوات يبقى اقدر اجيب الفايدة الاولى على طول اقسم مجموعة الفوائد البسيطة اللي هي 1200 على عددها خمسة يطلع على طول الفايدة الاولى بـ 240 جنيه طيب يا مستر انا كده جبت الفايدة الاولى برافو عليه تكمل اريت التمرين تاني لقيته قالك وكانت الفايدة المركبة للسنة الثانية فقط خلي بالك ادى لك فيه اتنين جهزة اداني فيه اتنين جهزة بـ 268 علامة طيب عاوز مني ايه يا مستر كده انا كده قدرت احصل على فيه واحد وهو اداني فيه اتنين جهزة بمنتهى البساطة افكرك بقانون المعدل المعدل بيساوي فيه اتنين ناقص فيه واحد علامة فيه واحد في كام في مية يلا عاوز كده بمنتهى البساطة عندك هتلاقي فيه اتنين عندك كانت بـ 268 وثمانية من عشرة ناقص فيه واحد حضرتك اللي حسبتها لما اسمت المجموعة الفايدة بسيطة على عددها 200 واربعين على فيه واحد تاني بـ 240 وما تنساش تضرب في مية على طول يطلع الناتج معاك بـ 12% يبقى المعدل بتاعنا قدرنا نحسبه بـ 12% طيب هو كان طالب المعدل بس لا ارجع لتمرينك تاني هتلاقيه كان طالب المعدل والمبلغ يبقى هنا في التمرين بتاعي كان طالب المعدل والمبلغ اقول له طيب انا قدرت احصل على المعدل خلاص جيبناه اللي هو كان المعدل بتاعنا بـ 12% اقدر كمان اجيب المبلغ المبلغ الف بيساوي ايه؟ قلت لي طبعا احنا حفظين المبلغ الف بيساوي الفايدة الاولى على عين من مية وفي طالب يقول انا عايز اقول عين في مية ينفع يا مستر طبعا ينفع ما عنديش مشكلة معاك خالص يبقى هتقول لي فيه واحد احنا لسه حسبينها من شوية كانت بـ 240 والمعدل سواء قلت لي 12 من مية حضرتك صح طالب تاني يقول لي انا عايز اقول 140 على 12 اللي هو المعدل وعايز اضرب في كام في مية انت صح وهو صح ما فيش مشكلة خالص في حتة المبلغ دي على طول قدرنا نجيب المبلغ بـ 2000 جنيه يبقى كده ده كان اول تمرين معنا بنقول مبلغ بلغت فوائده البسيطة في نهاية خمس سنوات يعني حضرتك يا مستر مديني مجموع الفوائد البسيطة في نهاية كم سنة خمس سنوات بـ 1200 لما اسمنا مجموع الفوائد البسيطة على عددها قدرت احصل على فيه واحد وهو كان مديني فيه اتنين فخلاص بعوض في قانون المعدل وقانون المبلغ المعدل فيه اتنين نقص فيه واحد على فيه واحد في مية المبلغ فيه واحد على عين من مية ان شاء الله سهلة وبسيطة وربنا يا كلمك وتحلها وتبقى جميلة طيب عندي كمان ممكن يديلك فيه واحد وفيه اتنين جاهزين من غير اي مجهود يعني لما يديلك تمرين جاهز كده وقولك اذا علمت ان الفائدة البسيطة للسنة الاولى بيساوي خمسمائة جنيه بينما فايدة السنة الثانية الفايدة المركبة للسنة الثانية قلت لي خمسمائة وخمسين احسب المعدل والمبلغ عايز احسب المعدل والايه والمبلغ طيب انا عايزك تركز معاي في التمرين كده حضرتك بصيت في التمرين لقيت انك مديني الفايدة الاولى بكام بخمسمائة والفايدة التانية بكام بخمسمائة وخمسين ملاحظ ان الفايدتين موجودين يبقى انت مش هتتعب في حاجة حضرتك معاك الفيه واحد ومعاك فيه اتنين اذا لما تيجي تحل تمرينك بمنتهى البساطة هتقول لي ادي فيه واحد جاهزة معايا ودي كانت بخمسمائة ودي كمان فيه اتنين ودي كانت بخمسمائة وخمسين عاوز مني ايه عاوز المعدل برافو عليك نقول القانون فيه اتنين ناقص فيه واحد على فيه واحد في كام في مية اذا لما هدي عوض هقولك فيه اتنين كانت بخمسمائة وخمسين فيه واحد كانت بخمسمية على فيه واحد بخمسمية وطبعا فيه مية يطلع عندك المعدل بمنتهى البساطة عشرة في المية طب لو عاوز المبلغ يبقى احنا كده جبنا المعدل بكام بعشرة في المية طب لو عاوز المبلغ طبعا متفقين مع بعض المبلغ بيساوي فيه واحد على عين من مية او عين في مية زي ما انت بتحب تعملها فيه واحد كانت عندك خمسمية على عين من مية يبقى المبلغ بتاعنا كان ب5 تلال تمرين سهل وجميل جدا وممكن كمان يبتدي يديلك معلومة مهمة جدا في التمرين اللي هي الفرق كلمة الفرق أو كلمة تقل أو كلمة تزيد كلهم لهم معنى واحد اللي هو الفرق لما يقول الفائدة المركبة في السنة التانية تزيد عن الفائدة المركبة في السنة الأولى بنقدار 40 جنيه كلمة تزيد هنا عايز يقول أن الفرق بين الفايدتين ب40 جنيه او لو قال ان الفايدة البسيطة في السنة الاولى تقل عن الفايدة المركبة في السنة التانية بمقدار 30 جنيه اذا الفرق هنا 30 يبقى عايز اكد معاك للمعلومة دي ان كلمة الفرق هي هي كلمة تزيد هي هي كلمة تقل تمام نبدأ تمرين تاني معنا عشان وقت حلقتنا بنقول عندي كمان تمرين بيقول لي قرض كنتو 40 الف جنيه خلي بالك موضوع سداد القروض بطريقة الاقصاد المتساوية من الاصل والفايد معا من الموضوعات المهمة جدا جدا فيقول لي قرض كنتو 40 الف جنيه تعالوا مع بعض نطلع معطيات المسألة ونمشيها واحدة واحدة عشان نوصل لمفتاح الحل بتاعنا ادي الالف او القرض بتاعي حضرتك قلتلي باربعين الف القرض بكم باربعين الف جنيه يستهلك على عشر اقصاد سنوية يبقى عدد الاقصاد عشرة من رأس المال والفايد معا بفايدة مركبة معدلة 9% ادي معدل الفايدة اللي عندي في التمرين 9% وبالمناسبة بيبقى عندك جدول في الامتحان في الجدول الاول والتاني والتالت والرابع والخامس فركز كويس انت هتشتغل في اني موضوع انت هنا بتكلمني في القرض او سداد القروض يبقى على طول انت عارف ان انت هتدور في الجدول الرابع او جدول اربعة ادي معطيات المسألة قلتلي القرض قيمته 40 الف يستهلك على عشر اقصاد سنوية متساوية من رأس المال والفوائد معا بفائدة مركبة 9% خد بالك بقى قلب حيث يدفع القصة الاول بعد مرور اربع سنوات يبقى هنا في فترة تأجيل في فترة تأجيل فترة التأجيل هنا الطالب الشاطر اللي معايا بيقول لي اربع سنوات قلتل لا ده هو بيقول بعد مرور اربع سنوات ما احنا عارفين ان القصة العادي بيدفع في اخر السنة اخر الفترة يبقى هنا لازم استبعد واحد اللي هي السنة اللي بيدفع فيها القصة العادي يبقى فترة التأجيل حضرتك قلتلي اربع سنين هشيل منهم انا واحد يبقى فترة التأجيل بكام بتلات سنوات برافو عليك دي اول حاجة صغيرة كده في المسألة لازم حضرتك تكون عارفها هو قلبي حيث يدفع القصة الاول بعد مرور اربع سنوات شلنا السنة بتاعت القصة العادي شلنا السنة بتاعت القصة العادي يبقى عندي فترة التأجيل بكام بتلات سنوات اربع ناقص السنة يبقى تلات سنوات طب انا عايز حد فيكم شاطر كده يفكرنا في الحلقات اللي شرحناها على شاشة مصر التعليمية قانون القصة المتساوي طب يا مستر حضرتك ده طالب قصة مؤجل ايوة ما اقدرش هو يطلب قصة مؤجل يطلب قصة فوري لازم انا احسب الاول القصة العادي دايما الاساس عندنا او اساس موضوع الاقصاد كله هو القصة العادي دور كده على القصة العادي القانون بتاعه افتكر كده قانون القصة العادي بيقول ايه اقولك القصة العادي بيساوي اصل القرض الف في مستخرج جدوى الاربعة اللي هو ده النون بمعدل عين يعني عند عشرة تحت تسعة في المية. قلت ايه طيب يا مستر انا قدر اجيب القصة العادي كده بمنتهى البساطة ما انا معايا اصل الكاردب كام باربعين الف. دور كده في الجدول معاك لو فتح الكتاب او فتح الجدول بتاعك هتقول لي اربعين الف. فيه. تعالي نجيب مستخرج جدوى الاربعة. ايش? الجرمز الرياضي ده. ده بتاع مستخرج جدوى الاربعة. هتقول لي في مستخرج جدوى الاربعة لما بحسنا عنها تحت تسعة في المية قدام عشر وحدات زمن هتلاقي علامة واحد خمسة خمسة تمانية اتنين زيرو. ازن حضرتك وصلت للقصة العادي. ركز تاني. حضرتك كده وصلت للقصة الايه? العادي. القصة العادي لما هتحسبه هيطلع معاك ستة الاف متين اتنين وتلاتين. علامة تمانية. كده انت حسبت القصة العادي. اوعى تسيب مسألتك وتقول لي انا خلصت. ايوا انت حسبت القصة برفع عليك انا عارف. ولكن ارجع للمطلوب هتلاقي كان طالب القصة المؤجل. القصة المؤجل. يعني ايه مستر يعني انا ما خلصتش اقولك لا لسه ما خلصتش. انت لسه طالب القصة المؤجل. يبقى ازن انا معاه القصة العادي اهو? اقول له القصة المؤجل. بيساوي القصة العادي. بيساوي ايه? القصة العادي في مستخرج الجدول الاول عند مدة التأجيل. يبقى احنا هنا يا نصر استخدمنا كم جدول? استخدمت الجدول الرابع لاجاد القصة العادي. واجبت القصة العادي اضربه في الجدول الاول علشان اجيب القصة المؤجل عند اه وحدات زمن اللي هي فترة او مدة التأجيل. القصة العادي حضرتك قلتلي ستة الاف متين اتنين وتلاتين وتمانية في مستخرج الجدول الاول تحت تسعة في المية امام تلات وحدات زمن اللي هي واحد علامة اتنين تسعة خمسة صفر اتنين. هتضرب على طول تحصل على القصة المؤجل. القصة المؤجل عندي هيطلع تمن تلاف واحد وسبعين علامة خمسة وستين. طيب انا سمع طالب الشاطر بيقولي يا مستر انا لاحظت ان القصة المؤجلة هو اللي عليه الدايرة اهي المربع ده اكبر من القصة العادي اقولك برافو عليك وده ممكن سؤال يجيلك في اكمل او يجيلك في صح وغلط او في اي صورة من الاسئلة النظرية. ان دايما القصة المؤجل بيكون اكبر من القصة العادي. يبقى اكبرهم على الاطلاق هو القصة المؤجل واصغرهم هو القصة الفوري زي ما هنشوف بعد كده. يبقى احنا كده قدرنا نحل في التمرين القصة العادي وقدرنا نحول القصة العادي لقصة مؤجل عن طريق الضرب في جدول واحد او مستخرج جدول واحد او فيه طالب تاني يقولي في واحد وعين من مية قصة مدة التأجير طبعا ده الرمز الرياضي بتاع جدول واحد. برافو عليك. طيب عندي كمان تمرين وده من التمرين المهمة جدا جدا بيقولي استثمر مبلغ عشرين الف جنيه لدى احد البنوك لمدة خمس سنوات. فيه تاجر حط مبلغ في البنك. المبلغ ده كام مقداره? عشرين الف جنيه. المبلغ ده كام مقداره كام? عشرين الف جنيه. لمدة خمس سنوات. يبقى النون كم سنة? خمس سنوات. بفايدة مركبة معدلها. انا عايزك تركز كويس بقى في المعدل ده. كنت لي تلاتة وتسعة من عشرة في المية. تمام. مش موجود في الجدول المالية. برافو عليك. سامعة كنت بتقولي ده مش موجود لاني معدل كاسري. طيب مش بس كده. ده قال لي كلمة مهمة جدا جدا عن كل ست شهور. لو ما كرقتش المعدل صح. مش هتحل المسألة بالصورة اللي احنا عاوزينا. انا بقول ايه? ده معدل غير سنوي. برافو عليك سامعة كنت لي علشان معدل غير سنوي. لازم احسب مرات الاضافة. مرات الاضافة. شهور السنة كام يا جماعة? اتناشر. على شهور المعدل ست شهور. يبقى انا بقى عندي بضيف الفايدة مرتين خلال العام. يبقى دي المين بتاعتي باتنين. يلا نعدل النون مع بعض. قلت لي النون القديمة كام? خمسة. في مرتين يبقى عندي عشر وحدات زمن. يبقى انا عندي عشر وحدات زمن ودي اللي هشتغل بيها التمرين بتاعي. طيب بما ان المعدل مش موجود في الجدول. برافو عليك. هتقول لي هستخدم قانون الالة الحزبة. يبقى الجملة بيساوي الف في واحد والمعدل قس وحدات الزمن. طيب مع بعض كده نشوف المعدل كان كان. سمع طالف شاطر قوي بيقول لي تلاتة وتسعة من عشرة. وخلي بالك يا مستر او اعطوها في المشكلة دي. ايه المشكلة ان المعدل اصغر من العشرة لازم بعد العلامة احط صفر. برافو عليك انت طالب فاهم بيقول لي الجملة بيساوي اشيل الف احط كام? عشرين الف. نفتح قوس. الواحد ده ثابت في القانون. برافو. علامة. احنا اتفقنا ان لو المعدل اصغر من عشرة لازم احط صفر الاول اهو. حطينا صفر اهو. بعد العلامة. المعدل بقى كام? تلاتة وتسعة من عشرة اكتب تلاتة تسعة. قس وحدات الزمن الجديدة. وحدات الزمن الجديدة اللي عندك. تقول لي يا مستر دي كانت خمسة. اقولك لا الخمسة خلاص. شلناها علشان عدلنا. وخلينا وحدات الزمن الجديدة كام? برافو عليك عشرة. وتقدر تحسب بمنتهى البساطة بالالة الحزبة. هيطلع معاك تسعة وعشرين الف. تلتمية تمانية وعشرين. علامة اربعة. يبقى حضرتك كده جبت الجملة بمنتهى البساطة. سامع طالب تاني. نكتب بس الجملة مرة تانية عشان هنستعملها حالا. الجملة حضرتك قلت لي كامل اللي جبناها تسعة وعشرين الف. تلتمية تمانية وعشرين علامة. اربعة. سامع طالب بقول لي كان فيه مطلوب تاني. عاوز مجموع الفوائد. عاوز مجموع الفوائد. بمنتهى البساطة اقول له الجملة ناقص اصل المبلغ. يعني الجملة اللي انت لسه جايبها دي. ناقص اصل المبلغ اللي كان عندك في التمرين كان عشرين الف. يبقى حضرتك اتحسب لك فوائد مقدارها تفع تلاف تسعة تلاف تلتمية تمانية وعشرين واربعة من عشر. ده شكل من اشكال التمرين. الحقيقة التمرين ده بيجي باكتر من شكل. ممكن يجي لك اه بالالة الحزبة زي ما احنا نسا حلين كده. ممكن يجي التمرين في صورة اه يطلب فايدة السنة الخمسة فقط. اقول له فايدة السنة الخمسة فقط. دي عايزين نعملها برضو عشان من الافقال اللي مهمة عندنا. لو طلب فايدة السنة الخمسة فقط. زي ما هيابلنا في التمرين دلوقتي. اقول له اصل المبلغ في مستخرج الجدول الاول عند السنة اللي حضرتك عاوزها. ناقص السنة اللي قبلها. بالمعدل اللي موجود في الامتحان. دي فايدة السنة الخمسة فقط. ممكن كمان يطلب مبلغ. ممكن كمان يطلب مبلغ. هنشوف تمرين معانا دلوقتي. عندي كمان تمرين بيقول لي اودع شخص ستين الف جنيه. معانا التمرين هو على الشاشة بيقول لي اودع شخص مبلغ ستين الف جنيه. يبقى الالف بتاعتي بستين الف. لدى احد البنوك بفايدة مركبة معدلها سبعة في المية. خد بالك ان المعدل هنا سبعة في المية وده معدل موجود في الجدول. لمدة خمس سنوات. هنا عايز الجملة المركبة ومجموعة الفوايد في نهاية المدة بمنتهى البساطة التمرين ده تمرين سهل وبسيط لان المعدل موجود في الجدول وما فيش اي مرات اضافة فده تمرين مباشر. هقول له الجملة اللي عندنا بتساوي الف في مستخرج جدول اول امام وحدات زمن خمسة واسفل معدل سبعة في المية. من ننساش نعرفنا ان احنا مستخرج جدول اول. بفكرك تاني ان ده رمز مستخرج جدول الاول. هتشيل الالف وتحطي للستين الف اللي عندك في مستخرج جدول الاول. اسفل سبعة في المية امام خمس وحدات زمن هتلاقي واحد علامة اربعين اتنين خمسة خمسة. يلا بالالة الحزبة هتضرب الرقمين دول في بعض يطلع على طول اربعة وتمانين الف مية تلاتة وخمسين. وعلامة تسعة او علامة واحد. بمنتهى البساطة انت جبت الجملة. وطبعا لساة ااااااا قالين ازاي تجيب الفايدة? قلت الفايدة بتساوي الجملة ناقص المبلغ او. اهو زي ما احنا بلقول الفويد بيساوي الجملة. ناقص اصل المبلغ. يعني الاربعة وتمانين الف مية تلاتة وخمسين. علامة واحد. ناقص اصل المبلغ اللي كان عندي كان ستين. الف يطلع اربعة وعشرين الف مية تلاتة وخمسين وعلامة واحد دي الفوائد كنت ممكن كمان تجيب الفايدة عن طريق اصل المبلغ في مستخرج جدول الاول ناقص واحد الطريقتين طبعا صح بس الاسهل هنا ان انا جبت الجملة فاستخدم الجملة اللي انا جبتها علشان ما احسبش تاني واتعب نفسي في الارقام عندي كمان تمرين التمرين بيقول اذا كان المعدل واحد ونصف في المية شهريا خد بالك مديني معدل واحد ونصف في المية شهريا احسب المعدل حقيق السنوي الذي ينظر هذا المعدل خد بالك كويس انت بتقولي ان المعدل ده واحد ونصف في المية شهريا طب لو انا قلتلك عايز احسب مرات الاضافة حضرتك قلتلي شهور السنة كام اتنشر هنا قال كلمة ايه شهريا يعني واحد شهر اقسم اتنشر على الواحد يبقى عندي اتنشر مرة يبقى عندي كام? اتناشر مرة. افتكر كده القانون بتاعنا المعدل السنوي بيساوي مية في واحد وعين من مية. ناقص واحد. يلا نعود في الكلام ده هتقول لي ادي مية. افتح قوس. واحد. المعدل اللي عندي واحد ونص يعني اصغر من العشرة. قص المرات عندي اتناشر الكلام ده ناقص واحد. على طول يطلع المعدل الجديد بتسعتاشر علامة ستة وخمسين في المية. دي مسألة سهلة جدا جدا. وطبعا آآ لازم تكون حافظ العلاقات الرياضية بتاعتك. عندي كمان تمرين على موضوع من الموضوعات المهمة جدا اللي هو موضوع الدفعات. الحقيقة قبل ما نتطرق لتمرين الدفعات عايز افكرك ان الدفعات بتاعتنا يعني ايه دفعة? وازاي افرق بين مبلغ وبين دفعة? كل دفعة مبلغ وليس كل مبلغ دفعة. بمعنى ايه? المبلغ بيتحط مرة واحدة. انا رحت البنكة حطيت عشر تلاف وسبتهم عشرين سنة سبتهم خمس سنين. انت حطيت المبلغ مرة واحدة. اما الدفعة بيتم اكتر من مرة. يمكن احب آآ كل عام. يعني مسلا كل سنة احط خمس تلاف. كل سنة احط الف. كل سنة احط الفين. يبقى دي الاداع هنا مستمر طول فترة الشغل مع البنك. اما في آآ المبلغ الواحد ده بنحسب له جملة لمبلغ واحد الجدول الاول. علشان كده بنفرق بين الدفعات وبين آآ جملة مبلغ واحد انه جملة مبلغ واحد دايما هتجيلك في صغط الماضي. يقول لك اودع تاجر اودع. اما في الدفعات علشان هو لسه مستمر يقول لك يودع. بتجيلك في صغط المضارع. يودع تاجر آآ آآ دفعات عادية اخر كل سنة. وطبعا مش محتاج افكرك ان الدفعات العادية بعرفها من كلمة اخر او كلمة سداد. لان الدفعات العادية بتدفع اخر كل فترة. اما الدفعات الفورية بتدفع اول كل فترة. تعالوا مع بعض نفتكر قوانين جملة الدفعات. قلنا جملة الدفعات العادية بتساوي دال في مستخرج جدول تلاتة. جملة الدفعات العادية بتساوي دال في مستخرج جدول تلاتة. كلنا حفظين خلاص الرمز الرياضي بتاع مستخرج جدول تلاتة. جيم نص مربع او زاوية نون عين. تعالوا نشوف مع بعض افكار الدفعات والدفعات من المسائل السهلة الجميلة اللي لو حفظك ركست بتمشي واحدة واحدة وبتطلع الناتج بصورة جميلة نرجع تاني للتمرين بتاعنا بيقول لي ايه دفعة عادية سنوية مبلغ كل منها الف جنيه يبقى حفظك بتقول لي ان الدفعة العادية مبلغ كل منها كام الف جنيه تدفع اخر كل سنة بفايدة مركبة معدالها تمانية في المية طلع معطيات المسألة كده براحتك بتقول لي ان الدفعة عايزين نتفق مع بعض ان رمز الدفعة هنسميه دال بكام بألف جنيه اخر كل سنة دي مهم يا مصدر جدا عرفتني ان دي دفعات عادية يبقى كلمة اخر عرفتني ان دي دفعات عادية اخر كل سنة بفايدة مركبة تمانية في المية يبقى المعدل تمانية في المية وذلك لمدة خمس سنوات يبقى انا عندي المدة بتاعتي او وحدات زمن بتاعتي خمس سنوات عايز الجملة المركبة للدفعات عايز افكرك ان جملة الدفعات العادية جيم بتسوي دال في مستخرج جدول 3 عند 5 تحت 8 يبقى ده مستخرج جدول كام قلتلي جدول 3 طيب لما نشيرت ده المبلغ قلتلي 1000 جنيه طلع جدول 3 قدامك دور تحت جدول 8 قدام 5 وحدات زمن يبقى هنا تحت 8 وامام 5 وحدات زمن بمنتهى البساطة يطلع معاك 5 علامة 8 6 6 6 0 الجدول معاك وانت اللي بتمليني الناتج اضرب الكلام ده في مقدار هذه الدفعة يطلع عندك الجملة بـ 5 866 و 6 من 10 ادبنا نجيب جملة الدفعات زي ما انت شايف تبعاوز اجيب مجموع الفوائد اسهل طريقة مجموع الفوائد قل لي جملة الدفعات ناقص الدال في نون ايه هي الدال في نون مجموع الدفعات يبقى قلت دايما مجموع الفوائد بيساوي الجملة ناقص مجموع الدفعات تاني الفوائد بتساوي الجملة ناقص مجموع الدفعات الجملة احنا لسه جايبينها بـ 5 866 و 6 من 10 طيب مجموع الدفعات قلت لي الدفع الواحدة بـ 1000 فعدد الدفعات اللي كانت عندي خمسة يبقى خمس تلاف ناقص خمس تلاف 866 يديني 866 و 6 من 10 يبقى احنا كده قدرنا نحصل على مجموع الفوائد بمنتقى البساطة بتعامل مع التمرين بتاعي اول حاجة بحدد هل جملة الدفعات دي او هذي الدفعات هل هي دفعات عادية ولا دفعات فورية تطلب شاطر بيقول لي طب افرض ما كانش يقال لي اخر وكان قال لي كلمة اول اول دي عرفتني انها دفعات ايه دفعات فورية او ممكن يستخدم لفظ كلمة استثمار يقول لي يودع تاجر دفعات استثمار يعني هي مستر دفعات استثمار هي هي دفعة الاستثمار هي هي الدفعة الفورية يبقى احنا اتفقنا ان الدفعة العادية بيسميها دفعة سداد وبعرفها من كلمة اخر يبقى ثلاث مرادفات دفعة عادية كلمة آخر دفعة سداد في الدفعات الفورية ممكن يقولي دفعة غير عادية خد بالك لو ما خدتش بالك من قلمة غير هتحلها على أنها عادية وتبقى الناتج بتاعك مش مظبوط يبقى احنا اتفقنا في الدفعات الفورية بقول ممكن يجيبها بكلمة غير عادية أو كلمة دفعات استثمار أو يقولي أول أو بداية كل فترة يبقى اتفقنا أن هنا عندي دفعات عادية ودفعات فورية طب طالب شاطر بيقولي أحل إزاي لو جات لي كلمة فورية لو أنت متعود على حل العادية وبتطلقبط من الفورية حلها عادية طب يا مصر قولك لا أنا لسا ما خلصتش هتحل العادية وبعد ما تخلص اضرب في واحد وعين من مية يبقى بعد ما تخلص حلق خالص اضربها في واحد وعين من مية لأن حضرتك خدت في العلاقة قولت أن الجيم شرطة اللي هي جملة الدفعات الفورية ده حل طالب تاني عارف القانون بتاع الفورية قال لي جيم شرطة بتسوي دال نفتح قوف مستقر الجدول التالت عند نون زائد واحد تحت معدل عين يبقى نجيم نون زائد واحد بمعدل عين وبعدين هنقول ناقص واحد ده حل طيب طالب تاني يقولي طيب أنا بحلها بالقالة براحتك يبقى هنا لو عادية بالقالة دال شرطة كس واحد وعين قس نون ناقص واحد على عين من مية لو هي فورية نفس القانون بس هتضرب في واحد وعين من مية نرجع للتمرين بتاعنا ونشوف جملة الدفعات بتيجي ازاي اه اتفقنا مع بعض ان احنا جبنا جملة الدفعات العادية عاوز اشوف كمان اه تمرين على اه القصة الفورية احنا حلنا في بداية الحلقة تمرين على القصة المؤجل قلنا ايه في موضوع القصة الفورية والقصة المؤجل سواء طلب قصة فورية سواء طلب قصة مؤجل ساعدتك مطالب انك تجيب القصة العادي لان هو الاساس كله في الموضوع القصة العادي نقرأ التمرين كده مع بعض بيقول لي قرد قيمته عشرين الف جنيه القرد ده قيمته كام عشرين الف جنيه يستهلك على عشر اقصات خد بالك عايزين يطلع معطيات التمرين مع بعض انت قلت لي القرد قيمته كام عشرين الف اهو يبقى الطه كانت قيمته عشرين الف ده قيمة القرد ده قيمة مين القرد عشرين الف يستهلك على عشر اقصات تاني مع بعض اهو قلنا القرد الف ب عشرين الف يستهلك على عشرة اقصات عشرة اقصات يبقى نقول هنا بعشرة من رأس المال والفوائد معا بفايدة مركبة معدلها تمانية في المية خد بالك اني ميديك المعدل كام تمانية في المية برافو عليك هنا انت طلعت معطيات المسألة ولكن في كلمة مهمة جدا 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 يدفع اولها فورا يدفع اولها فورا كلمة فورا دي انا عايزة تاخد بالك منها كلمة فورا اه يدفع اولها ايه فورا هنا هتفرق في التمرين هي هتفرق بس خليك الاول امشي التمرين بتاعك عادي ويحسب القصة بتاعك بصورة سهلة وجميلة اول حاجة هحسب القصة العادي يا مستر اذا طالب قصة فوري انا عارف وانت طالب شاطر انك خدت بالك ولكن دايما هبدأ بالقصة العادي القصة العادي بيسوي اصل القرد في مستخرة الجدوى الاربعة تحت تمانية في المية قدام عشر وحدات زمن قلت لي طيب يا مستر واصل القرد كام برافو عليك اصل القرد انت لسه جايبه بعشرين الف طب هتلي كده مستخرة الجدوى الاربعة امام عشر وحدات زمن واسفل تمانية في المية يطلع معاك علامة اربعتاشر تسعين اتنين تسعة يلا نضرب الرقمين في بعض على طول يديلك القصة العادي اللي هو الفين تسعمية وتمانين ونص حضرتك جبت ايه اللي انت جبته ده اسمه القصة العادي ايوة مستر بس هو ما كانش طالب القصة العادي برافو عليك او كان طالب القصة الفوري طب حد كده يفكرني من الطلب الشطار لما شرحنا في حلقة الشرح القصة الفوري سمعك وانت بيتقوليلي القصة الفوري يا مستر بيساوي القصة العادي ايوة اسمع بقى على واحد وعين من مية يبقى القصة العادي اللي انا يسا جاي ودهو الالفين تسعمية وتمانين ونص هقسمه على واحد وعين من مية اللي هو واحد والمعدل اللي عندي تمانية من مية يطلع على طول القصة الفوري الفين سبعمية تسعة وخمسين وتمانية من عشرة ارجع تاني اكدلك على العلاقة اللي قلناه ان اكبر الاقصة على الاطلاق هو القصة المؤجل الابن الكبير فيهم او الاخ الكبير فيهم هو القصة المؤجل الوسطاني القصة العادي الصغير اخر العنقود القصة الفوري يبقى هنا لما تيجي تقولي القصة نقط اكبر من القصة نقط يبقى هنا دايما دايما القصة المؤجل اكبر من القصة العادي والقصة العادي اكبر من القصة الفوري يبقى القصة الفوري اصغر من القصة العادي اما الاصل المؤجل هو اكبر من الاصل العادي طيب عندي كمان تمرين مهم جدا جدا وطبعا لو طالب مجموع الفوائد هتقول لي مجموع الفوائد بيساوي الاصل الفوري في نون ناقص اصل المبلغ او القرض عندي تمرين مهم جدا وده عايزين بقى نركز شيء كويس اللي هو تمرين استبدال الديون بيقول لي تاجر مدينة بالديون الاتية 30 الف استحقت منذ قبل ما كمل التمرين ده عايزك معايا دقيقة كده تسمع مني الكلمتين دول وتركز فيهم لو قيمة الدين قبل تاريخ الاتفاق يحسب لهذا الدين جملة يعني حضرتك ليك عندي 10 تلاف جنيه ومعادهم عدة ومعادهم عدة يبقى لو تاريخ الاتفاق بعد تاريخ الدين هنحسب له جملة او تاريخ الدين قبل تاريخ الاتفاق هنحسب له جملة لو تاريخ الدين بعد تاريخ الاتفاق هنحسب له جملة يبقى اذا كلمة منذو بتعرفني ان التاريخ عدة ان معاد الاستحقاق عدة يبقى اذا لازم يتحسب له فوائد مع اصل المبلغ يبقى يتحسب له ايه جملة يبقى اذا لو تاريخ الدين لو تاريخ الدين ده كان عدة عن تاريخ الاتفاق يبقى لازم يتحسب له ايه جملة خلاص مشي من التاريخ خلص واحنا لسه ماخدناش فلوسنا يبقى هنا منذو يبقى نحسب له جملة استحقت منذو 3 سنوات اذا انا عرفت ان التلاتين الف هناخدهم اكتر من تلاتين علشان دول جملة اما لو تاريخ الدين اليوم او الان او نفس تاريخ الاتفاق يبقى هيدفع زي ما هو علشان كده في المبلغ التاني بيقول لي اربعين الف تستحق الدفع الان هتفضل اربعين الف زي ما هي حضرتك لك عندي اربعين الف ومعادهم النهاردة فانا جيت لك النهاردة بدهم لك يبقى ما عندكش مشكلة معايا وهي وانت تفهمها بتقول لي تلاتين الف جنيه استحقت منذو خلاص عرفنا ان دي جملة واربعين الف الان عرفنا ان دي هتدفع كما هي وخمسين الف تستحق الدفع بعد خمس سنوات من الان يبقى قيمة حالية ايه اللي حصل به اتفق المدين مع الداء اليوم ولم يكن قد صدد شي على ان يحرر سند كنتو تمانين الف جنيه سند او كنبيا لا هي هي تمانين الف جنيه يستحق الدفع بعد عشر سنوات من الان ويدفع الباقي نقدا وعملي علامات استفهام اذا مين المجهول المبلغ النقدي فاذا علمت ان التسوية تمت بمعدل عشرة في المية سنويا للفايدة المركبة والخاص احسب المبلغ النقدي تعالوا مع بعض نركز الاول في الديون القديمة الديون القديمة بص معايا كده في الديون القديمة ايه انت اول مبلغ حضرتك اللي قلتلي ان هيتحسب له جملة حضرتك قلتلي هيتحسب له ايه جملة ليه علشان حضرتك قلتلي علشان جاي كلمة منزو علشان جاي كلمة منزو طيب هحسب له جملة ازاي قلت لي مش هو تلاتين الف ايوة في مستخرج الجدول الاول في مستخرج الجدول الاول ما هي الجملة بتيجي من الجدول الاول اسفل عشرة في المية وامام تلات وحدات زمن يبقى التلاتين الف اللي عندي هضربها في مستخرج الجدول الاول بمنتهى البساطة هتقول لي مستخرج الجدول الاول ده عندك لما هتفتح الجدول وتدور معايا هتلاقي عندك جملة مستقر الجدوى الاول تحت عشر امام تلات وحدات زمن واحد علامة اتنين خمسة تسعة سبعة يلا نضرب هيطلع المبلغ الاول بمنتهى البساطة سبعة وتلاتين الف سبعمية واحد وتسعين علامة تلاتة انت كده حسبت المبلغ الاول طيب طالب شاطر قال لي ان المبلغ التاني لو رجعنا للتمرين بسرعة قال لي اربعين الف جنيه تستحق الدفع الان يبقى التاني انا شفت عنده كلمة ايه الان اذا اقوله ده هينزل كما هو وكان اربعين الف وكان كام اربعين الف كده اشتغلنا المبلغين عندي المبلغ التالت ياريت نرجع للتمرين هو نشوفه خمسين الف جنيه تستحق الدفع بعد خمس سنوات من الان بص كده على الشاشة معايا في التمرين بيقول لي خمسين الف جنيه تستحق الدفع بعد خمس سنوات من الان كلمة بعد كلمة بعد ده الدين التالت كلمة بعد عرفتني انها قيمة حالية يبقى تاخد الخمسين الف تضربها في الجدول التاني يبقى حا من عندي كان بخمس سنوات بمعدل عشرة في المية يلا ندور في الجدول التاني كحت عشرة في المية امام خمس وحدات زمن يطلع عندك علامة ستة تمانين خمسة تمانية تلاتة اضرب خمسين الف في مستخرج الجدول التاني يطلع اربعة وتلاتين الف وتسعة وعشرين وخمستاشر من مية خد بالك بقى كده اللي انت جدتهم دول اسمهم ايه اسمهم مجموعة ديون القديمة اهو هقوله دي كلها اسمها القيمة الحالية او مجموعة ديون القديمة او الحالية للديون القديمة يلا نجمعهم مع بعض يطلعوا كام يطلعوا مية وحداشر الف ثمن ومية وعشرين علامة تلاتة وخمسين اذا انت كده اشتغلت نص المسألة قدرت توصل لمجموعة ديون القديمة تعالوا نبدأ بيها الورقة الجديدة ونقول اهو او الحالية للقديمة اللي حضرتك لسه جايبها مصر بتقول مية وحداشر ثمن ومية وعشرين علامة تلاتة وخمسين اقدر احسب الحالية للجديدة لو رجعت للتمرين بقوله يحرر سنة كنتر اسمية تمانين الف اهي يستحق الدفع بعد كلمة بعد عرفتك ان الجدول التاني بعد كم سنة بقى بعد عشر سنوات من الان وطبعا المعدل اللي في التمرين كان عشرة في المية ده جدول اتنين يبقى التمانين الف طلع مستخرج جدول اتنين تحت عشرة امام عشرة يطلع علامة اه تحت عشرة امام تمانية في المية احنا شاكرين على المعدل تمانية في المية على فترة يطلع علامة اربعة ستة تلاتة واحد تسعة يبقى قيمة الحالية للديون الجديدة اللي عندي تلعت سبعة وتلاتين الف وخمسة وخمسين واربعة من عشرة هنعمل ايه هنطرح القديمة من الجديدة يديني المبلغ المدفوع نقدا يديني المبلغ المدفوع نقدا اللي هو هيكون اربعة وسبعين الف سبعمية خمسة وستين واربعة من مية يبقى ده كان تمرين على المبلغ المدفوع نقدا او على تسوية الديون وطبعا ده سؤال مهم جدا وعندي كمان سؤال من الاسئلة المهمة السؤال ده عايزين نركز فيه جدا 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 لانه من الاسئلة المشهورة اللي بتيجي في امتحانات كتير قرد يستهلك على اربع اقصات صنوية اقرأ كويس وانتو لو يعني نشوف كده مع بعض قرد يستهلك على اربع اقصات يبقى النون او عدد اقصات اربعة متساوية من الاصل والفائد معا فاذا علمت ان الاستهلاك التاني خد بالك الده كاف اتنين كان بكام بسبع تلاف وثلاثين علامة تمانية وعشرين وان الاستهلاك التالي يبقى وداني كاف اتنين و كاف تلاتة كاف تلاتة كان سبع تلاف ثمانمية تلاتة وسبعين واثنين وتسعين من مية يبقى داني كاف اتنين وكاف تلاتة والنون مش مديني اي حاجة تانية في المسألة وحاطط لي شرط مهم جدا بدون استخدام الجداول المالية احسب المعدل والقرض والقص المتساوي نرجع نفتكر مع بعض التمرين ده ونقول ان المعدل بيساوي اي استهلاك على الاستهلاك السابق له بشرط ان تكون استهلاكين متتاليين لو تقسم على القاب لازم يكون ايه لو تقسم يبقى لازم يكون استهلاك ايه متتالي يبقى هنا اقول المعدل بتاعنا بيساوي ايه المعدل بيساوي او نقول واحد والمعدل بيساوي كاف تلاتة على كاف اتنين يبقى واحد والمعدل اللي انا عايزه اللي انا بدور عليه ده هقسم كاف تلاتة اللي هو سبعة تمانية سبعة تلاتة علامة اتنين وتسعين على كاف اتنين سبعة تلاف وتلاتين علامة تمانية وعشرين اقسم كده براحتك بالقالة الحزبة هتلاقي الناتج اللي معاك يطلع واحد واثناشر من مية يطلع كام واحد واثناشر من مية شيل الواحد ده مع الواحد ده اذا المعدل اللي عندك هيكون اتناشر في المية كده جبنا اول مطلوب من التمرين جبنا المعدل وعرفنا ان واحد المعدل بيساوي كاف تلاتة على كاف اتنين او كاف اربعة على كاف تلاتة اي استهلاك على الاستهلاك السابق وبعد ما تجيب الناتج شيل الواحد اللي بعد العلامة يبقى هو ده المعدل يعني لو الناتج طلع واحد واثناشر من مية يبقى المعدل تلاتاشر في المية واحد وعشر في المية هتشيل الواحد يبقى المعدل عشر في المية في التمرين كان طالب المعدل وكان طالب القرد خد بالك ان القرد عندي ليه طرق كتير جدا انا حسيبه بيها القرد يا اما بيساوي القصة على مستخرج جدول اربع برافو عليك بس هنا فيه شرط في التمرين قالك بدون استخدام الجداول المالية في التمرين قالك ايه بدون استخدام الجداول المالية طب هنا بقى بدون استخدام الجداول المالية افكرك بالعلاقة اللي احنا عارفينها مع بعض بيقول لي القرد بيساوي مجموعة الاستهلاكات الكاملة يعني لو انا عندي المسألة اربعة الاستهلاكات يبقى اجمع الاستهلاكات كلها يبقى يديني الكارد يبقى هنا الكارد بيقول ايه تاني مجموع الاستهلاكات فبي مصرد انا مش معايا غير الاستهلاكين اتنين معايا التاني والتالي اسألك ايه اللي نقصك قلتني مش هم اربع استهلاكات يبقى انا عايز الاول والرابع يبقى انا عايز الاول والرابع عشان انا معايا التاني والتالت تعالوا نشوف مع بعض هنجيب الاستهلاكات ازاي وفكرك قلت لك لما تيجي تطلع اقسم ولما تيجي تنزل اضرب لما قلنا طالع قسم نازل ضرب يلا كده نرسم الأربع الاستهلاكات ونشوفها نعملهم ازاي ليه نرسم أربع استهلاكات يا مستر علشان حضرتك قلت في المسألة كارديو استهلك على أربع أقصات أو أربع استهلاكات يبقى هنا عدد الأقصات أو الاستهلاكات أربعة طب لو قال لي خمسة كنت هعمل خمس استهلاكات قال ثلاثة كنت هعمل ثلاث استهلاكات عشان دي اللي موجودة في النون بتاعتنا وخلي بالك خلاص احنا عرفنا ان المعدل بكام جبنا المعدل ب12% هتقولي بقى ادي الاستهلاك الاول مش معرفوش و ادي الاستهلاك التاني ده جاهز من التمرين اهو جاهز ومعلوم بالتمرين كان كام الاستهلاك التاني قلت لي كان 7000 و 30 و 28 من 100 وكمان الاستهلاك التالت برافو عليك كان جاهز ومعلوم كان كام قلت لي كان 7873 و 92 كده معايا الاستهلاك الاول والاستهلاك التالت الاستهلاك التاني والاستهلاك التالت لسه بقى عايز اجيب الرابع وعايز اجيب الاول انا قلت لك لو هتطلع اقسم لو هتنزل اضرب يبقى هنا عشان اجيب الاستهلاك الاول اقولوا الاستهلاك التاني على واحد وعين من 100 طب الاستهلاك التاني يا مستر كان سبع تلاف وثلاثين وتمانية وعشرين من مية على واحد والمعدل اللي جبناه برافو عليك يبقى كده قدرت أحصل على الاستهلاك الاول ستلاف متين سبعة وسبعين على مزيله تلاتة طب لسه يا مستر فاضل الاستهلاك الرابع قلت لي الاستهلاك الرابع ده انت هتنزل يبقى هتضرب الاستهلاك التالت في واحد وعين من مية يعني سبع تلاف تمنمية تلاتة وسبعين واثنين وتسعين هضربها في واحد واثناشر من مية يطلع معاك كام يطلع معاك تمنتلاف تمنمية وتمنتاشر علامة تمانية وسبعين خد بقى لك بقى احنا اتفقنا من شوية قبل ما نحل التمرين ان الكارد بيساوا مجنوع الاستهلاكات طب انا كده قدرت تحصل على كاف واحد وقدرت تحصل على كاف اربعة وانا معايا من التمرين كاف اتنين وكاف تلاتة خلاص كده معايا الأربعة الاستهلاكات امسك القلة الحسبة واجمع الأربعة الاستهلاكات يقوم ادي لك القرد الاصلي بيساوي مجموع الاستهلاكات اللي عندك يبقى القرد بتاع حضرتك كان 30 ألف جنيه يبقى اذا لما هنرجع بس هول المسألة هتقول القرد بيساوي مجموع الاستهلاكات يبقى القرد 30 ألف جنيه آخر حاجة في التنميرين كانت مطلوب هو الأول طلب المعدل قسمت كاف تلاتة على كاف اثنين اللي مدهم لي طلب القرد جبت للاربع الاستهلاكات وجمعتهم اداني القرد آخر حاجة عندي آخر حاجة عندي في التمرين كان طالب القص اقول لك بمنتهى البساطة القص بيساوي اخر استهلاك حضرتك حصلت عليه اضرابه في واحد وعين من مية طالب شاطر يقول لي انا بحلها بطريقة تانية يا مستر انا بجيب الاستهلاك الاول واضربه في واحد وعين من مية والسنون صح طالب تالت قال لي انا بجيب الاستهلاك الاول واجمعه مع فايدة القرض صح عن السنة الاولى طبعا يبقى هنا بمنتهى البساطة القصر ممكن ييجي عن طريق الاستلاك الاخير في واحد وعين او الاستلاك الاول في واحد وعين السنون او الاستلاك الاول زائد فايدة القرد الاصلي اللي هي فايدة السنة الاولى طبعا وده بمنتهى البساطة تبقى قدرت توصل للتلات مطلبات اللي عاوزهم في المسألة يبقى التمرين ده لما جه طلب معدل طلب قرد طلب قصر متساوي خد بالك كمان عندي بعض التمرين المهمة علشان اقدر اوصلك لكل التمرين اللي معنا في الحلقة ان شاء الله بيقول لي اذا كانت جملة دفعات غير عادية خد بالك قال لي جملة دفعات ايه غير عادية يعني فورية يبقى هو مديني الجيم شرطة بطمنتاشر الف ستمية خمسة واربعين وستة من عشرة بمعدل كام تسعة في المية احسب جملة الدفعات العادية يبقى انا عندي الجيم بيساوي جيم شرطة على واحد وعين يعني نقسم الرقم ده على واحد والمعدل يبقى الجيم عندي بمنتهى البساطة تطلع ب سبعتاشر الف مية وستة علامة زيرو خمسة افتكر معايا دي كويس ان لو هو عاوز جيم شرطة قلتلك بتسوي الجيم في واحد وعين لو عاوز جيم هتقول لي جيم شرطة على واحد وعين زي ما احنا يسا عاملين لو عاوز المعدل اسم جيم شرطة على جيم وشيل الواحد يديه لك المعدل في برضو تمرين من التمرين المهمة عايزين نقولها رجعنا عالدفعات عشان بس ده وقت حلقتنا عاوز اجيب لك تمرين على سمن شراء السند بيقول لي سند قيمته الاسمية 3000 جنيه يبقى دي القيمة الاسمية بكام 3000 جنيه يعطي فايدة بمعدل 9% خد بالك ان هنا ده معدل الفايدة ويستهلك في نهاية عشر سنوات بقيمة 30000 ومتين يبقى مديني القيمة الاستهلاكية بتساوي 30000 ومتين بمعدل استثمار 11% احنا اتفقنا ان مسألة استهلاك السندات بيديني معدلين معدل فايدة وده بحسب بيه الفايدة فقط الفايدة فقط والفايدة فقط بتتحسب ازاي سين في معدل الفايدة عالمية طيب السين هنا بكام قيمة الاسمية 3000 القيمة الاسمية كام 3000 جبت القيمة الاسمية عندي ب3000 تمام عايز تقول ايه عايز اقول للحضرتك ان القيمة الاسمية عندنا كانت ب3000 و نرجع تاني بس للتمرين اهو عشان وقت حلقتنا ناخد تمرين محلول على طول بيقول لي ايه اوجد القيمة الشرائية لسند كمتو الاسمية 400 جنيه بفايدة معدلها 7% ويستهلك بعد 8 سنوات بمبلغ 420 جنيه عندي علاوة 20 جنيه اقول له زي ما اتفقنا على طول اول حاجة القيمة الاسمية 400 والقيمة الاستهلاكية ربعمية وعشرين والمعدل 7% ومعدل السمار 8 اول حاجة هنشوفها مع بعض هنحسب الفايدة ربعمية في 7 من مية في 28 وبعدين اجيب الحالية للفوائد جبتها الفيه في مستخرج جدوى الخمسة وبعدين الحالية الاستهلاكية الكاف في مستخرج جدوى الاتنين صور الشاشة كويس عشان التمرين وقت حالتنا خلص للأسف وبعدين اجمع الحالية الفوائد زي الحالية الاستهلاكية يديني ثمن شراء السنن اه اتمنى ان احنا نكون قربناكم من نجاح بخطوات ودايما بتمنى لكم التوفيق وربنا يحفظكم ويحفظ مصر جميعا وكان معكم فتحي عبد الكريم وزارة التربية والتعليم شكرا قناة مصر التعليمية وشكرا قيادات التعليم الفني على المجهود اللي حصل في ظروف كورونا شكرا